السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن صدري وبركتي قيام الليل يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قيام الليل هو من افضل القربات الى الله عز وجل وهو من اعظم الصلوات بعد الصلاة المكتوبة وقد امر الله عز وجل نبيه ورسوله بادائها فكان ربنا عز وجل في مطلع سورة المزمل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا اوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا ان سنلقي عليك قولا تقيل ان شئة الليل هي اشد وطعا واقوى مقيل ان لك في النغار سبحا طويل واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيل رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخده وكيلا قيام الليل هو تاني امر الهي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين اول امر الهيهم فرضه الله تعالى هو جاء في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق القراءة والبحث والمعرفة هي اول فرائض الاسلام تاني امر فرضه الله عز وجل على عباده هو قيام الليل ولماذا لان بالقراءة والمعرفة تتم المعرفة الكسبية ولكن بقيام الليل تتم المعرفة الوهبية وربنا عز وجل اراد من نبيه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ مطلع فجر الاسلام ان يجمع بين المعرفتين المعرفة الكسبية والمعرفة الوهبية فما انزل قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شعر بالخوف وشعر بالوجل واراد ان ينام فذهب الى بيته وتدثر بالتياب وتغطى واراد ان يدخل في نوم عميق فجاءه الوحي الالهي يقول له يا ايها المدثر قم قم تأذر وربك تكبر وتيابك تطهر والرزة تهجر ولا ثمن تستكفر ولربك تصبر سيدنا محمد لما سمع كلمة قم قام قام للعبادة قام للطاعة قام للمجاهدة وبقي على تلك الحال الى ان لقي ربه وكان تالت سورة نزلت على قلب النبي الاميم جاءت بقيام الليل الامر بقيام الليل يا ايها المزمل يعني الذي تدتر في تيابه واحب النوم العميق واحب الراحة والاستخاء يا ايها المزمل قام قم الليلة الا قليلة فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تاني فرض فرض عليه بعد القراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق هو قم الليلة الا قليلا فكان سيدنا النبي يقوم الليل الا قليلا منه ينام ثم قال نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه وردت للقرآن ترتيل فكان سيد النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان انزلت عليه هذه وهو قائم ليله لا يكاد ينام منه الا القليل انا سنلقي عليك قولا تقيل استعد يا محمد هذا القول التقيل لن يستطيع بشر عابي ان يتحمله لابد له من طاقة قوية خلاقة هذه الطاقة لا تباع ولا تشترى لا في الصيدليات ولا عند الاطباء انما هي غبة من عند الرحمن هذه الطاقة تأتي بماذا تأتي بقيم الليل انت ايها العبد المؤمن لما تقوم الليل بين يدي ربك تكتسم طاقة نورانية تكتسم طاقة عظيمة تكتسم طاقة تجعلك قويا لا تهزم ابدا انا سنلقي عليك قولا تقيل ان ناشئة الليل هي اشد وطأ واقوى مقيلة ففي الليل هناك اسرار ربانية وهناك انوار نورانية تنزل على عباد الله المؤمنين طوبة لمن يتنقاها طوبة لمن يتعرض لها وبعد قيم الليل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ان لا يكون من الغافلين حتى الظهار لابد للنبي الكريم ان يظل في العبادة وفي الطاعة فلهذا قال تعالى بعدها ان لك في النهار سبحا طويلة حتى في النهار سبح ربك تسبيحات كثيرة سبحا طويلة طيلة النهار واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيل اذكر اسم الله في كل وقت وحين تبتل اليه تبتيل بخشوع وانكسار وتدلل الى الله من هو الله واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيل رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلة انه رب المشرقين ورب المغربين الذي يستحق من العبادة العبادة على طول طول الاربع والعشرين ساعة عند شروق الشمس وعند غروبها وهو يتتجدد عبر دورة الشمس والقمر لا تكاد تنقطع قيد انه له فالله لا اله الا هو فاتخذه وكيلة من اراد النجاح فعليه بان يتخذ الله وكيلة من اراد الفلاح عليه ان يتخذ الله وكيلة من اراد العزة عليه ان يتخذ الله وكيلة وهذا يكون بقيام الليل ان يكون ليله قائمة وفي النهار له سبحا طويلة هكذا ربنا عز وجل رب نبيه ورب صفيه ورب خليله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي ليس بانسان عادي انه الانسان الذي جمع اوصاف الكمال لان الله تعالى تولاه بالعناية والرعاية ورباه احسن تربية حتى صار قرآنا يسير على قدميه ربنا يخاطمه مرة تانية ويقول يا محمد ومن الليل تتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا المقام المحمود ما هو المقام المحمود هو اعلى مرتبة الجنة الجنة مراتب بين المرتبة والمرتبة كما بين السماء والارض واعلى مقام من مقامات البشر هو المقام المحمود كان سيدنا النبي يطمح ان يكون له اللواء الممدود والمقام المحمود فربنا قال له السبيل للوصول الى هذا المقام يا محمد هو عليك بقيام الليل عليك بالتهجد عليك بالاكتار من النوافل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وربنا سبحانه وتعالى سيجعل هذا الخلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاحا من مفتاح الخير والبركة والانوار سينتقل الى صحابته المكرمين انتقل الى الصحابة من الانصار ومن المهاجرين وانتقل الى عباد الله المؤمنين فالحق عز وجل لما تكلم عن صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هكذا كان اصحاب رسول الله وهكذا كان الصالحون في التاريخ البشري في كافة الديانات عند اليهود عند النصارى في الديانة الابراهيمية الحنيفية وفي بقية الاديان الصابقة دين واحد فيه العباد والزغاد والصنحاء اول صفاتهم يبيتون لربهم سجدا وقياما لا يبيتون لله على الصهر والنغم لا يبيتون الليلة على القيل والقال والنبيب والغيبة لا يبيتون الليلة في التفهات ولكن يبيتون لربهم سجدا وقياما سجود ورقوع وقيام وربنا عز وجل يمدح اصحاب القيام فيقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون هؤلاء صفات عباد الرحمن تتجافى جنوبهم عن المضاجع انه يتأك عن اليمين ثم يتتأ عن اليسار ويشعر بتعب في قدميه ويشعر بتعب في جنبه ولكن حلاوة الذكر وحلاوة القيام وحلاوة المداجات لله رب العالمين تجعله يستلد هذا الوقوف ولا يكاد يشعر بتعب تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا التعاء بالليل مستجاب يدعون ربهم لا يدعون غيره يدعون خالقهم رازقهم مربيهم خوفا وطمعا خوفا من عذابه وعقابه وطمعا في رحمته ونطفه وكرمه ومما رزقناهم ينفقون انهم بالنهار يدهمون الى العمل يشتغلون يكسبون من عرق جبينهم وما كسبوه ينفقون منه على الفقراء والمساكين انهم ليسوا خسانة لا يقوم الليل ثم بالنهار يتسول ويمد يده للاخرين ويطمع الصدقات ابدا هو بالنهار يعمل ويكسب ويتعب وما كسبه من المال وما رزقه الله تعالى من عطاء ينفق به على الفقراء والمساكين ومما رزقناهم ينفقون فربنا سبحانه وتعالى بين الفرق بين العباد الناس ليسوا فهناك المؤمن الذي يكتفي من الصلاوات الخمس ثم يخلد للدوم ويخلد لمشاهدة التلفاز وهناك المؤمن الذي يتحد له نصيبا من الليل فرق كبير والبول شاسع بين الفئتين يقول الله عز وجل مبينا فضل القانتين على غيرهم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فرق كبير بين من هو في القنوط وهو في التهجد آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هؤلاء هم أهل الله هؤلاء هم المقربون عند الله هؤلاء هم الأخيار هم المصطفين هم الأمرار وهكذا أيها الأحباب الكرام ربنا عز وجل في كتابه العزيز ذكر كثيرا عن أصحاب الليل قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفي المباجع تتجافى ويدعون ربهم خوفا وطمعا وسيد النبي صلى الله عليه وسلم لما تشرب هذه المعاني وعمل بها أخذ يوصي صحابته ويوصي عباد الله المؤمنين من خلالهم أن يتمسكوا بقيام الليل وبذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأم الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومدهات للإثم هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بالتزام قيام الليل عليكم بقيام الليل يا أمة محمد يا أمة الإسلام يا أمة القرآن هل تعلمون البخرج من هذا الخلل الذي تعانون منه هل تعلمون البخرج من هذه الشدائد والكروب والأمراض والأسقاب وغناء المعيشة الذي تشكون منه عليكم بقيام الليل فإنه دأم الصالحين قبلكم الصالحون من جميع الأمم في عهد موسى وعيسى ودوح وصالح وسليمان وداود كلهم كانوا يقومون الليل وهو قربة إلى ربكم من أراد أن يقترب من مولاه من أراد أن يكون من المقربين إلى خالقه فعليه بقيام الليل هو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومدهات للإتم مكفرة للسيئات جميع الدنوب وجميع الخطايا التي سبق للمؤمن أن وقع فيها فإن الله تعالى يكفرها جميعا أولئك يبدن الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فقائم الليل ربنا يستحي منه فيقول لأغفرن لك كل دنوبك وسيئاتك ولأبدلنها حسنات مكفرة للسيئات ومدهات للإتم هل تعتقدون أن قائم الليل تؤثر فيه الشهوة واللدة وورسوش الشيطان ليوقعه في الخطايا والأتاب أبدا لأن الذي قرب الليل يعطيه الله مداعة يعطيه الله قوة يعطيه الله تعالى جلب ولا يقع في الآتاب ليس بأنه معصول ولكن الله تعالى يؤازره وربنا يتولاه بعنايته ورعايته وقال النبي صلى الله عليه وسلم مربيا الأمة الإسلامية على قيام الليل فقال أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجاز به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس هذه وصفة لسيدنا جبريل عليه السلام وصفة لمن أراد العيش الكريم هذه وحدها تستحق الدراسة وتستحق البحث والتعمق لأن من فهمها وتشرم معانيها فإنه يكون من الفرقة الناجية أتاني جبريل ماذا قال ما هي وصية جبريل لسيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل كان معلم الرسول ومرشد الرسول ومربي الرسول وكان يحن عليه كما تحن الأم على ربيعها قاله يا محمد عش ما شئت فإنك ميت يعني الحياة مهما طالت غدا أو بعد غد كلنا سوف نرحل لو دامت لغيرك ما وصلت إليك فالموت هو حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن أدهامنا فلما المنافسة لما الصراع لما الخصاب لما الحروب وسفك الدماء والأرض ملك لله والخلق خلق الله وأنت عيزي بدعي لله وغدا سوف تموت عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه كل من أحببته سوف تفارقه أحببت والديك ستفارقهم أحببت إخوتك وإخوانك ستفارقهم أحببت زوجتك سوف تفارقها أحببت أولادك وأحفادك وأصدقائك سوف تفارق الجميع وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل من شئت فإنك مجاز به أعمل من شئت إن عملت خيرا ستجاز خيرا وإن عملت سوءا ستجاز سوءا وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل الشرف من أراد الشرف في الدنيا الشريف ليس هو بالإراثة الشرف هو أمر كسبي ليس بالوراة كسبي وأعظم الطرق الكسمية هي قيام الليل من فاتك في قيام الليل فاتك في الإيمان وعز عز المؤمن ما هو عزه استغناءه عن الناس من أراد العزة من أراد الكرامة عليه أن يستغني عن الناس معنى ذلك أنه لا يحتاج إلا لرب العزة أنه يتدل لخالقه لماذا أخذوا من البشر وهم مرزقين بل أتجه إلى الرازق هو يرزقني لماذا أتجه إلى البشر وهم مرحمين أنا أتجه إلى الرحيم هو يرحمني لماذا أتجه إلى البشر لكي يعزوني والله والعزيز سبحانه وتعالى فقيام الليل هو شرف المؤمن وأمنا عيشة رضي الله عنها كانت تحكي لما سئلت عن سيرة النبي المصطفى وعن سلوكه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه حتى تتفطر قدمه فقلت له لماذا تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا هذه سمة غالبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحق الكرامة واستحق العزة واستحق أن يصلي عليه الله وملائكته والمؤمنون أجمعين لماذا لأن سيد النبي كان يقوم الليل لرب العالمين سنين طويلة منذ أن قال له يا أيها المدتر قم تأذر وقال له يا أيها المزنب قم الليل إلا قليلا صار النبي الكريم قائما يقوم الليل معظمه حتى تتفطر قدمه حتى تكاد قدمه تنفطر تنفجر من شدة الضغط أم دهائشة زوجه الطاهرة رعفة به تقول له يا رسول الله هذا أمر شاق عليك لماذا كل هذا؟ هل تريد المغفرة؟ الله غفر لك ما تقدم من دنبك وما تأخر فسيد النبي يعلم بأن الله قد غفر له ومشره بذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا يشكر ربه يشكر ربه وهكذا كان الأولياء عبر التاريخ الذين يسمعوا عندهم في التاريخ أنهم أولياء الله المقربين بماذا وصلوا إلى مقام الولاية؟ وصل أحدهم بذلك بقيام الليل كان يقوم ولا يكاد ينام ويتقرم إلى المولى عز وجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان يطيل الركعة يطيل الركعة يروي سيدنا حديثة بن اليمن رضي الله عنه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ذات نيلة فافكحتها بالبقرة قرأ الفاتحة ثم افتتح البقرة وفيها ما يربع عن خمس أحزاب فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم افتتح بعد البقرة النساء فقرأ صوة النساء بكاملها وقلت يركع عند المئة يركع هنا لكنه استمر مضى ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مسترسلا اذا مر بآية فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم فكان ركعه نحوا من قيامه كان ركعه نحوا قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم ساجد فقال سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه لا اله الا الله هل رأيتم ايها الاحباب الكرام كيفية صلاة رسولكم ونبيكم وصفيكم صلى الله عليه وسلم نحن الواحد منا يقرأ الفاتحة ويقرأ قصر الصور سورة الكافرون او الاخلاص او المعودتين وبسرعة يركع ويرفع ويسجد ثم يسلم وينتهي ويظن انه فعل شيئا انظروا الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل سيدنا حنيف لما صلى معه تفاجأ انه في ركعة واحدة صلى بالبقرة سورة البقرة واتبعها بسورة النساء وبسورة آل عمران يعني هذه تأخذ لك ثلاث ساعات ثلاث ساعات من الصلاة وكان يقرأ مسترسلا ومترسلا يعني كلما مر بآية فيها تشبيح يتوقف ويسبح المولى عز وجل واذا مر بآية فيها السؤال كان يتوقف ويسأل الله من رحمته وعفوه واذا مر بآية فيها التعود كان يتوقف ويتعود بالله هذه العمل فترة طويلة شدا وكان رقعه وقيامه وسجوده نحوا من قراءته يعني طويل شدا حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه يحكي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقال صليت مع النبي ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء حتى هممت بأمر سوء قيل له بماذا هممت يا عبد الله يا ابن مسعود قال هممت أن أجلس وأدعى ما استطاع أن يكمل معه كم منهم كان يسلم ويخرج من الصلاة ما يستطيع سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان طويلا نفس يصوري السعاد الطويلة يقف راكعا بالسعاد ويقف ساجدا بالسعاد ومتبتلا إلى ربه بالسعاد والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يترفق لكنه إذا صلى بنفسه كان يطيل ومما قاله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آيات كتب من المقنطرين هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند الناس مقامات هناك من يصلي بتلات آيات إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ تلات آيات خفيفة جدا لكن هذا لا يكفي القيام ينبغي أن يكون على الأقل بعشر آيات من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين لكن ومن قام بمئة آية مئة آية هذا يعني بحزب يصلي بحزب بكامله هذا كتب من القانطين القانطون هم أحباب الله وهم الأخيار ومن قام بألف آية ألف آية كم هي ألف آية كتب من المقنطعين المقنطعين يعني المقربين إلى الله وزنهم تقيل وجاءوا بهدايا وجاءوا بأعطيات كثيرة وربنا يعطيهم يوم القيام جوائز وغدائم مقنطرة كم هي ألف آية قال الإمام الحافظ بن حجر ألف آية من سورة تبارك الذي من الملك إلى آخر القرآن هي ألف آية من سورة تبارك الذي من الملك إلى آخر القرآن أعددها ألف آية فهذا إجهاد وحظ على المسارعة فجن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يحمس إلى قيام الليل فصار من الذين لا يكادوا ينامون عن الليل قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعربي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام يا سلام اتبعوا إلى هذا الجزاء الذي أعده الله لعباده المؤمنين ربنا سوف يعطي السكن الجنيف للجنة الجنة ما فيها أزمة سكن الجنة فيها خيرات كثيرة كل مؤمن يعطى سبعون قصر في كل قصر سبعون جناح في كل جناح سبعون غرفة في كل غرفة سبعون من الخدم والحشم عطاء غير مجدود ما في الجنة أزمة سكن ما في الجنة ضيق أبدا ربنا يحكي وسيد النبي يصف يقول الجنة فيها غرف ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها يعني كأنها من زجاج من بلور لا تبنى بالحجارة وبالتراب من البنور من الألماص الأعرابي الذي تعهد وتعود بأن البيوت هي إما من الحجارة كبيوت أهل المدر أو من جنود البهائم كبيوت أهل المدر أهل الوبر والمدر البادية والمدينة بيوتهم معروفة إما من الحجارة وإما من جنود الأنعاب فقال يا عجبا هل هناك غرف يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها وبدأ يصف مشاهدها الجميلة فأعجب الأعرابي بذلك فقال يا رسول الله لمن هذه الغرف في الجنة من الذي سوف يكافأ بهذه الجائزة قال صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام الذي يحرص أن يقول الكلام الطيب إياك ثم إياك أن تقول كلاما قبيح إياك ثم إياك أن تقول كلاما جارح إياك ثم إياك أن تكون نعادا أو تكون شتابا لابد أن يكون كلامك طيبا لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام يعني يكون لك نصيب من الصدقة أطعم الفقراء أطعم المساكين وسع على الأحباب والمقربين وأطعم الطعام وأقام الصيام يعني أنه يصوم لله إما في رمضان وإما في الأيام الضيض وإما في الخميس والإتين وإما في الست من شوال أو غيرها يقيم الصيام ولمن صلى لله بالليل والناس ديام الذي يصلي بالليل الناس نيام يغطون في لومهم عميق وتقوم أنت في جوف الليل الساعة الثانية أو الثالثة صباحا تتوضى وتصلي لله عز وجل مستقبلا القبلة بخشوع وطبئنا تسلم هذه الجائزة غرفا ترى ظهورها من بطودها وبطودها من ظهورها في الجدة هذا هو قيام الليل أيها الأحباب الكرام قيام الليل هو دأم الصالحين وراحة المؤمنين وعمل الفائزين ففي الليل يخل المؤمنون الموحدون بربهم جل جلاله في جوف الليل يتوجه أهل الإيمان واليقين إلى خالقهم وبارئهم يشكون إليه أحوالهم ما عندهم من هموم وما عندهم من كروب يشكونها لله لا يشكونها للمخلوقات ويسألون الله من فضله من كربه من عطائه هكذا دأم الصالحين نفوسهم قائمة بين يدي خالقهم جل جلاله نفوسهم عاكفة على المناجات للبارئ عز وجل تتنسب من تلك النفحات وتقتنس من أنوار تلك القربات وترغب وتتدرع إلى عظيم العطايا والهبات هكذا كان حال الصالحين والمؤمنين المتقين كان شداد بن أوس رضي الله عنه إذا أوى إلى تراشه كان تأنه حبة على مقلة شداد بن أوس هذا من الصالحين كان معروفا بقيام الليل يكتر حتى إنه بالغ في ذلك والنسر يقوم له يا شداد هل لا رفقت من التشكل فكان إذا أوى إلى تراشه كأنه حبة على مقلة فيها نار ثم يقول اللهم إذا جهدنا لا تنعني أناب فيقوم إلى مصلاه كلما أراد أن يناب يتذكر الضار ويقول لا لا بد أن أصلي كي أتوقى هذه الضار كان دائم الصالحين وهؤلاء هم الذين قالتهم ربنا عز وجل وفي ذلك فليتنانبتهم وتنافسون نحن أيها الأحباب الكرام إلى أقبل رمضان رمضان شهر الصيام الذي أنزل فيه القرآن شهر القيام شهر التنافس في أعمال البر والقربات إلى الله الكريم المندان سبحانه شهر التومة والإنابة والرجوع إلى الله الرحمن الرحيم شهر الرحمة والمغفرة والعتك من الضار فرصتنا لقيام الليل فرصتنا لكي نكتر من هذا القيام فصلاة قيام الليل تكون في أول الليل وتكون في أوسطه أو في آخره لكن في الآخر أفضل بكثير وهو التلت الأخير من الليل وعدد الصلاة في قيام الليل أن تصلي إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة ومن السنة أن المسلم يقوم بترتين الآيات الكريمة عند الخراءة وقراءة ما تيستر له من القرآن الكريم ومن المستحب عند الكراءة أن يستعيد بالله وأن كلما مر على آيات فيها وعيد يستعيد بالله وإذا مر على آيات فيها رحمة يسأل الله الرحمة وأنه إذا مر على آيات فيها التسبيح يسبح لله تعالى وعلى المؤمن أن يطبئن في صلاته ويخشع في رقوعه وسجوده وفي رمضان الشهر صلاة الترويح وفيه الاعتكاف في العشر الأواخر وفيه الليلة المباركة الليلة القبر هي خير من ألت شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغم في قيام الليل خصوصا في رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزمة فكان يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه وربنا عز وجل خصت أمة حبيبه المصطفى بالشهر رمضان وبليلة القبر ولم تعط أمة صبقت هذه الأعطية من الله الكريم المدد خير من ألف شهر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه وشهر رمضان سمه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر الصبر فلابد أن يصبر المؤمن على الطاعات ومخالفة العادات فإنما هي أيام معدودات والمخيل من يبخل عن نفسه في هذا الشهر فعلينا أن نكتر أيها الأحباب الكرام من العبادات والطاعات خصوصا قيام الليل بعض الناس يتسألون ما الفرق بين قيام الليل وبين التهجد وبين التراويح قيام الليل بعده أن يقضي المسلم بعضا من الليل حتى ولو ساعة يؤديها في أداء العبادات مختلفات كالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله بالتسبيح والصلاة على رسول الله يقدرينه بالأعمال الصالحة يسمى قيام الليل أنوّع مرة أقرأ القرآن مرة أركع وأسجد مرة أخذ سبحة وأسمح وأحمد الله تعالى مرة أدعوه يعني أبقى الليل كله وأنا مستيقب يسمى قيام الليل أما التهجد التهجد هو أن يقضي المسلم ليله فقط للصلاة الصلاة فالتهجد مخصوص فقط للصلاة والدعاء أما قيام الليل يكون يشمل كل العبادات أما الترويح فتعني صلاة قيام الليل في أوله في شهر رمضان تكون قياما وتهجدة وتسمى الترويح لأن المؤمن يسمى ركعتين ويرتح قليلا ثم ركعتين ويرتح قليلا وهي ما يصليه المؤمن بين صلاتي العشاء والصبح هذا كله يسمى قيام الليل إلا أن الأوقات كما قلنا بعضها فوق بعض وأفضل الأوقات التلت الأخير من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى تلت الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر فالمؤمن إذا غلب في التلت الأخير للليل فلا أقل أن يكون له نصيب من التلت الأول أو التالي لكن الأسف الكثير مننا يضيع وقته أمام أشياء كاتهة ويضيعها في النوم أو في القيل والقال أو في الصهر حول التلفاز أو غيره دون أن يستفيد من بركات قيام الليل لكي نتغلب على أنفسنا ونتمكن من قيام الليل لابد لكل واحد من المؤمنين أن يكون عنده ورد يومي من ذكر الله هكذا إذا أردنا أن نتغلب على أنفسنا ونوفق لقيام الليل علينا أن يكون عندنا ورد يومي في ذكر الله وتلاوة القرآن لماذا؟ لأن النفس تتغذى والروح تنشط وتتقوى فكلما اجتهد العبد المؤمن بالنهار وكان عنده ورد يومي للأذكر وتلاوة القرآن روحه تتغذى ونفسه تتقوى وتتطلع إلى الزيادة في الفضل ثانيا لابد أن يكون عندنا رفقة صالحة تذكرنا بالليل لكي نتنافس معها في الخير الرفقة الصالحة والصحبة الطيبة هي مفتاح كل خير فكان سيدنا عمر بن عبد العزيز لما في صغره كان عنده صحبة سيئة يضيعونه في السفغات لكنه لما كبر واشتد عدوه غير الصحبة وجعلها صالحة فكان همهم في قراءة القرآن والصلاة والعبابة وهكذا بقي الناس في عهده لما تولى الخلافة كل الناس ساروا على دهجه فكان الرجل يلقى الرجل يقول له كم وردك كم تقرأ كل يوم من القرآن كم صليت البارحة كم صمت من هذا الشهر الرفقة الطيبة مهبة والتقليد ينفشر بين الناس وكذلك إذا أردنا أن نتغلب على أنفسنا لقيام الليل أن لا نغلب بالانشغال بالدنيا لا يكون همنا هو الدنيا فسيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى الدنيا والآخرة مثل الضراتين لا يمكن أن ترضيهما فلا بد أن يكون الرضا على حساب أحدهما فليكن ما يبقى على ما يفنى ثم نحرص على أن ننظم الوقت عموما يكون عندنا وقت للدون خصوصا الاستعادة بالقيلولة بالدهار ما أمكن ليكون لنا نصيب بالليل هذه أيها الأحباب الكرام بعض الأسباب المعينة على قيام الليل إلى جنب أسلام أخرى كالدوم على الطهارة لا ندام ونحن نستطاهرين ندام على طهارة نتوضع ثم ندام وندام على الدعاء ونتوجه إلى المدعب أن يمد علينا ويتفضل ويتكرم علينا لنكون من أصحاب التلت الآخر من الليل اللهم يا رب حب إلينا الإيمان اللهم زينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعسياد واجعلنا بدع إبادك الراشدين قولوا بعد جبيع الآبيد آبيد آبيد يا رب العالدين عدنا أيها الأحباب الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ونفتح خطوطنا الهاتفية لاستقبال مكالماتكم أرقامنا كالعادة 05 22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات قبل قليل كنا مع مكالمة من الضالبيضاء مع أختنا الأستاذة للا سعيدة للا سعيدة أستاذة مبرزة من أصحاب القلوب الرحيمة التي هي ناشطة في العمل الجمعوي وفي العمل الدعوي والأيام الأولى من رمضان كانت كلها حمس الأخت سعيدة قبل رمضان بدأت تعد قفة رمضان للفقراء وللمحتاجين وكلها عزم وكلها مشاط بأن يمر رمضان كله في أوجهه صيام بالنهار وقيام بالليل وجلسات دعوية وإحسان للضعفاء والمساكين واجتهاد في العمل الصالح هذا كان أهم أختنا سعيدة لكن لم تكن تتوقع بأنها في الأيام الأولى من رمضان ستصاب بمرض الكورونا هي الآن تستمع إلينا طريحة الفراش في وضع يتم جد حارشة اتصلت قبل قليل وطلبت من السادة المستمعين جميعا أن يدعو لها بالشفاء العاجل أحبابنا الكرام وباء الكورونا ليس بالهزل إنه حقيقة وحقيقة مرة ولعل القرار الذي وضعه المسؤولون في الإغلاق رغم أن فيه ضرر وفيه شنآب ولكن بالمقابل لو اطلعنا على حقيقة هذا المرض والمباء إذا انتشر فما أفضعه وخصوصا من جرب الكورونا هو صعب فرق كبير بين المصابين وهم في أيام الإفطار يكون الألم وتكون المعاناة شديدة لكنه في الصيام يكون أضاعفا ويكون شديدا حتى إن الإنسان يصارع الموت والعياد بالله ليس فقط كبر السن حتى الشباب أختنا سعيدة شاب أستاذة في الإنجليزية نشطة دعوية وقلب رحيم يسعى في الخير وعندها إرادة إيمانية قوية ولكنها لا تكادوا تتكلم إلا بمشقة لو سمعتم كلامها عبر الهاتف لما صدقتم أن هذه تلك الشمعة المتوهجة التي كانت تضيء للآخرين فأيوا الأحباب مزيدا من الحضر كورونا خطير جدا والمصابين في رمضان عندهم المعاناة مضاعفة مرات ومرات كثيرة لهذا أختنا سعيدة لأن تطلب منكم جميعا دعوة للخير خصوصا الذين كانت تشفق عليهم وتكرمهم بما أعطاها الله هي من الذين مما رزقناهم ينفقون اللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم في هذا الوقت المتأخر من الليل لعله ساعة إجابة ومعنى هؤلاء الآلاف المؤلفة من المستمعين والمستمعات والصالحين والصالحات والطيبين والطيبات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشعات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا رب هذه الجموع نرفع إليك أكف الدرعة أن تعجل من فرج لأختنا سعيدة اللهم شافها وعافها وداوها اللهم إنك تعلم أن قلبها من جوهر وأنها تحب الخير وأن لسانها رطب بذكرك وأنها تدعو إلى سبيلك من لغة الإجليزية وأنها تسعى إلى الخيرات اللهم يا رحمن يا رحيم لا تضرها لا في زوجها ولا في أولادها ولا في نفسها اللهم شفيها وعافها رب الناس أبهي بالباس رب الناس أبهي بالباس اشفي أنت الشافي اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادئ سقبا ولا يبقي ألما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمك اللهم اشفي أختنا سعيدة واشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين اللهم كل من كان مريدا أو سقيما أو علينا اشفيه وداوه اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله ما بقى أمره إلا فرجه الله صل اللهم على سيد محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ودور الأمصار وضيائها وقوة الأرواح وقدائها اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم ما تحول من الضال البيضاء إلى إقليم بالجرير مع أخينا سي عبد الإله أهلا السلام عليكم الله أكبر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحييك الله عمي الطيب أهلا الرجل اللطيف الرجل الطيب أنا فنسمك ولي من أولياء الله الصالحين سي عبد الله الرجل المبارك الله يكبر بك عمي الطيب كده المأسحى حبي خير الحمد لله الله يطور عمرك مولاي وتحية السيسامي اللي معنا في الإخراج جزاك الله أستخير أخويا والحمد لله شكر لإداعة مد راديو لإداعة طيبة المباركة المجد رسلنا في أول جمعة دعف رمضان والدعم الطيب الله تعالى وشكرناه وكانت وحد الفرحة لدي الناس الحي وللناس يستاهمون لناس دخله الله يجزهم خير الجزاء الله يجزهم خير الجزاء الحمد لله الحمد لله الحمد لله دعم الطيب الله يسهل على الجميع اللي شارك اللي يعني كل من قدم يد المساعدة في هذا البيت هذا الله يجعل سيببي الله أكبر يا رب يا كريم وحد تحية لجميع الإخوة المكفوفين دون ستبناء باش من توحد ما يتقلق علي يا راك كان دين وحد المشاركة معد الخمسة العشية والدعم الطيب فهوحد توله تساعة لحفظ لحفظ الله وأنشيد الدينية وصارحة وحد الإخوان لي صاروا كيحفظوا القرآن كامل أخواته وإخوانه كلهم كيسلموا عليك يقولي الله تصلتين وسيطيب سلم عليه والله يتغمرهم جميعا يا رب والسعاد القادري والحاج الطيب كيسل الحاج الطيب كيسألك واحد دعوة اللي بني يدي لكي تقرف الدار البيضة أي كيسأله واحد دعوة دي الخير دعمي الطيب يا ربي والله لا إذا اعتمد رجل صبحت هنا فإقلم الرحامنا معروفة ومحبوبة عن جميع الناس بارك الله فيك أمولي ولمنسبة أستاذ عبد الإله تبارك الله أنت منذ فترة قليلة أعتفاد القرآن الكريم رغم أنك مكفوف وضرير وفقير جدا أخونا عبد الإله من الفقر المدخى ومع كل هذا يشكو أمره إلى الله ويشتهد في كسب قوته وقوت عياله بعرق جبينه ويقرأ القرآن وتبارك الله تلع منك تلعب إلى بركة القرآن وكذلك هذا السنة هذا المذيح لك تتعلم فيما بينكم أنت وما نكفوفين بغينا كذلك نستروح عن أنفسنا ونفرح ونسعد بالصلاة على مولانا رسول الله وشي نعود إلى الخير منك أنت رجل مبارك وتلحم منك في استماعنا من عمره ومن المشيطة الديار المقدسة رأى الناس حكوا لي يعنيك رقلوا لي ذلك الرجول هو فاز غبي عمره ونحن جيب خلصين ولكن من اللي كان معنا في الرحلة كان معنا رجل مبارك ورجل ذوراني ورجل تحطوا على الجرس كبرا الحمد لله دعمي الطيب يا ربي يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متلهم كمثل الذي استوقض نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آدانهم من السواعق حضر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مجعو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تفقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنذاذا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وذو شهداءكم من دون الله إن كنتم صابقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها لنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أدواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله عليك اللهم نفعنا ببركته اللهم اجعله يا ربي حجة لنا لا حجة علينا وارزقنا به يا ربي فهم اللهم نبدو حد دعوة دعوة دعم يطيبها إن شاء الله يا ربي يتريم اللهم أمين الله يفتحنا سجدنا في القائمة العجلة إن شاء الله يا ربي يتريم نسألك لأسمائك الحسنة وصفتك العلم اللهم يا ربي يتريم تجلى علينا بالرحمات وبالبركات اللهم يا ربي سلطاننا المحبوب اللهم ربي احفظه عن يمينه وعن شماله اللهم يا ربي يتريم احفظه في ولي عاده مولي الحسن اللهم ربي اطرح في البركة وانبوته نبتا حسنة اللهم احفظ بلدنا المغرب من الفتن ما ظهر منها وانبتا الله يوفق الجميع وحتى وحتى الدعود الديら الخير وحتى الرجل رأى في الخياء ورجل الله يسعر سيدة ربي يجعل البركة في الوليدات ويجعل البركة رجول من اهل الخير وفي الحياء ورجل يستامع جميع الفئة المسأل الله تعالى الله يوفق الجميع ل الخير والسلامة والله شكرا لك سيد عبدالله من اق prolongه من رحمنا حافظك الله ورعك الله مبارك الله في حفظك الحمد لله هذا مما يصر فريق كبير من المكفوفين والمكفوفات ذو الاحتياج الخاصة ببلادنا صاروا الحمد لله مجموعات متجانسة متحابين في الله يجتمعون على قراءة القرآن هذا نموذج أخونا عبد الإله بن بن جرير نموذج وإن شاء الله سوف نرى في الأيام المقبلة نمالج أخرى من مختلف المدن المغربية لجالا ونساء شبابا مكفوفين صاروا الحمد لله يحفظون كلام الله بإتقان وصاروا الحمد لله مباركين وهؤلاء ضعفاء يبغي أن نفكر كيف نقدم لهم يد المساعدة لأن بهم ترحمون وبهم ترزقون هكذا في الحديث إنما ترزقون بضعفائكم وإنما تنصرون بفخرائكم فأسأل الله تعالى أن يوفقكم لما يحبه ويرضى وكان عود جدا شكر لكل الأحباب الذين ساهموا في بناء المسجد في أقريم بن جرير راهد الجمعة الأولى في رمضان افتتح المسجد وتقبل الله من جميع المساهمين والمساهمات ذنب أنهم كل من ركع وكل من سجد في هذا المسجد لكم نصيب وافر من الأجر والتواب كل ما وقعت العبادة في هذا المسجد أنتم يا من سهمتم في بنائه بالقليل أو الكثير ربنا يجعل لكم أسهم في الأجر والتواب تهليئا لكم والحمد لله هناك مساجد أخرى كثيرة تبنى على امتداد المملكة المغربية الشريفة منها ما هو خاص بوزاة الأوقاف والشؤون الإسلامية تسعر عليه بنفسها وهناك مساجد خاصة يتعاون عليها أبداء الشعب وكل من القليل حيث اجتمع صار كثير بارك الله في الجميع وجز الله الجميع وهنيئا هنيئا هذا كله ادخار للدار الأخيرة بعد الموت سنجد حياة طيبة بإذن الله ونجد ما قدمناه من خيرات إن شاء الله تعالى عند الله كثير هنيئا لكم وشكرا لكم أخي سدعب إله وأنك ذكرتهم جميعا كلهم أسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم ويبارك فيهم ويحقق رجاءهم ويبلغهم مقصودهم وينيلهم مطلوبهم اللهم أنين يا ربي يا كريم نتحول من بن جرير إلى مراكش مع للا راشيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راشيدة من مراكش السلام عليكم حياك الله للا الله يطول بارك الله بارك الله فيكم يا رحمن يا رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يفرج بنتي الله يفرج للا راشيدة لا حول ولا قوة إلا بالله المرضى في هذه الظروف الصعبة يعانون كثيرا ولكن الذي يعاني أبعاث المرضى هم الذين هم مكلفين بمراقبتهم والعنية بهم تكون هناك المعاناة مضعفة لكن على قدر المعاناة على قدر الأجر والتواب فربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم في خلقه ما يريد ولو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما تعلى ربكم إلا خيرا هؤلاء المرضى يسمون ضيوف الرحمن ضيوف الرحمن ثلاثة الضيوف رقم واحد هم الحجاج الذين تركوا ديارهم وأموالهم ومصالحهم وزينة الحياة الدنيا وتبتروا بالإحرام وذهبوا إلى البقاء المقدسة يسمون ضيوف الرحمن النوع الثاني من ضيوف الرحمن هم المرضى لم يختر المرض ولكن المرض هو الذي اختره وجاء إليه وعانقه وآلمه وهو صابر على هذا المرض فيسمى ضيوف الرحمن والنوع الثالث من ضيوف الرحمن هم المبتلون الصابرون أي ابتلاء عنده ابتلاء في الفقر عنده ابتلاء في السعد عنده ابتلاء في أي شيء من الحياة وصابر واحتسب يسمى ضيفا من ضيوف الرحمن فمن الرشيدة لعل والديك رب أراد أن يعطيهم هذا اللقب هذا الوساب الرباني الإلهي ضيوف الرحمن وربنا لا يعطيه لأي كان يعطيه فقط لمن أحبه وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإذا صمر اشجباه ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذن وما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا غن ولا قرب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله من خطيات ربنا يغفر له كل شيء فهنيئا لمن اخترهم المولى أن يكون ضيوفا عنده فأسألك اللهم يا رب العالمين والدين أختنا رشيدة اللهم تجلى عليهما بالشفاء التاب اللهم اشفيهما وعافيهما وداويهما يا رب العالمين أنت الشافي وأنت المعافي وأنت المداوي وأنت على كل شيء قدير دعوناك يا مولانا في هذا الوقت المتأخر من الليل وعبادك صائمون بالظهار وقائمون بالليل ويتلون كتابك العزيز أطراف الظهار وأنا الليل اللهم يا رب عجل بالشفاء لكل هؤلاء اللهم اشفيهم وعافيهم وداويهم وجميع مرضى المسلمين في كل مكان اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج وأنزل الرحمات والبركات والصحة والعافية للجميع قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم ومتحول إلى الدار البيضاء مع أخينا جواد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد الحاج أهلاتي جواد يا مرحبا أهلاتي جواد المكفوف اللي كان جمع بالقلوب كانشكور استيعب الزلاف صلاحة الله رأسه وكي جمع ما يا يا مصبا مولاي تبارك الله يا مصبا مولاي وكن قول لكم رمضان مبارك سعيد يدخل عليك وعلى وديدتك وعلى أهل ديالك بس ابن هنا وبرحك البال بس انتون إن شاء الله يا رب يا رب يقبلوا يا رب والله يرحمها مسكينا ويدخلها جناتون خالي دينا فيها آمين يا رب أم يا بس يد الحاج عندي ماكش شي أسئلات فمسين يعني مهم عندي شي شي أخوان باين جبدهم لك عندنا ميزورة الصحراوي كده كتلم منا فالتي بينا فعي طلاح عنده وحد الولد بالله يهديها نبغينا اللي يهديه ويشوف الوالدة دياله بصراحة الله اللي رباته وكبراته وشوف آخر لحظة كيفاش كتنسى الوالدة دياله السيدة دي وعدنا ساميرا مسيدي سليمان نعيمان ضربيدا أخوان بارك أويدا أخو خديجة أخو زاهر أخو أزوين فمسين أخوان مورر أخو كنزة مهم عن أصدقاء المكفوفين كاملين وختي ماريا اللي كتقررين كاشكر عزيزير الشكر بزايد أستاذة هذه ديالنا مريا مريا من شاول أخوه عبد النور من طانجات ومسكني ثم سين نغبر علينا هات الأيام دموقنا سمعناه وعند الوحد سيدة بغد ندر ما كسب الحاج لا يزيدك بآخر أيام معايا في الخط أي يا سيدي شنشة زاهرة من علال السادي زاهرة مرحبا سيدي لنا زاهرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لنا الله يطول عمرك الشريفة الحمد لله كدر مع الصحابة يا مرحبا بك للا والبيت العائلة كلها الله يطورك بدور الله يا ربية كريم الحمد لله عمي طيب تنظر نطلب منك واحد دعا دعا ليا مع خالتي مسكين بشدول ذا دي آمين ونص شعارك مرحبا بك للأطر دياله دبا دا آمين ونص يمسكين دا انت تفكي علي لنا نهار طلب مع الله يخرج عليه وحنا على ذا يا ربية كريم يا ربية كريم يا ربية كريم تنطلب منك أخويا اسمي تزوين دا بعدو 30 عام من عدو 16 عام هو بشالي تشوف كملتين حزن في 16 عام تبارك الله تبارك الله دا بشالي تشوف دا بعدو ابني عدو 6 سنين والوالد توفع عدو 7 سنين والوالد عدو 3 سنين دا ببش توفعهم ساكن الله يطور يا ربية ونقام سيوطى العين المخلينة طيب يدوره والوالد اللي حمو الله يرحمه وستعلي يا رب وطال اليوم هذا رمضان تنحلم بالوالدة والوالدة أن كل معهم خلزة أي إن شاء الله ألو لا إله إلا الله فأخير إن شاء الله هذا الرؤية طيبة رؤية طيبة إن شاء الله تعالى أنهم على البان لأن الأموات يزورون الأحياء لا إله إلا الله اللهم تعالى يرحمه بجميع الرحمة وسعة لله الظاهرة أتبوا الله سبحانه وتعالى هذا الشاب اللي غادر أمر جعش اللهم تعالى يعيده إلى أرض وطنه وإلى أحضان عائلته ودويه في القريب العجل يا رب يترين بحق قولك وهو على جمعهم إذا يشاء قضير وهو على جمعهم إذا يشاء قضير وهو على جمعهم إذا يشاء قضير نسأل الله تلع أن يجمع بينه وبين أمه وعائلته في القريب العجل يا رب هو مختفي وإنك على كل شيء قدير اللهم آتي به من حيث كان أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا الله يجبع الشمال ديالهم يا ربي كريم ويلقهم الله على المحبة والمودة شكرا لك للأزهير حافظك الله ورعك وتحية كبيرة لكل الإخوة المتصنين من المكفوفين والمكفوفات وأخينا سيجواد هات المجموعة الطيبة لذكرتهم إن شاء الله نحاول توصل معهم واحد واحد كل واحدة بغراد ديالو أختنا الحاجة الزهرة المرأة الطيبة التي تعاني الأمرين من أولادها وحالة الفقر والعوز هو عموما مجمل هؤلاء الشباب والشابات المكفوفين والمكفوفات حينما أتصل بمعضهم أجد بأن وضعية اجتماعية مزرية أو جبد مزرية بحيث أن ما عندهم لا أي مدخول لا أي عمل ولم يتلقوا أي تكوين لأن مهضمهم ينتمون إلى أسر فقيرة وعوزة ولم يتمكنوا من مواصلة دراساتهم معظمهم تلقى تعليم أول بسيط ولم يتمكن من مواصلة الدراسة والمصار الدراسي وبقي هكذا ولم يتعلم أي مهنة أخرى وكبر هكذا برعاية الوالدين لكن الوالدين بعد أن مرت سنوات صاروا إلى الهرم أو إلى العجز ومنهم أن توفيا وبقي هؤلاء المكفوفون والمكفوفات بقوا على حالتهم لعند الشيخوة فيهم الرحمة والحنان رقي تعاودوا معه لما عندوا شيء الله كريم ولهذا احنا حاولنا نجمعهم عن طريق مجموعات في الواتساب على أمل أننا نفكر جميعا كنطلب المسؤولين في هذا البلد الأمين زعماء الأحزاب السياسية زعماء النقادات العمالية رؤساء الغرف المهنية المسؤولين على الجمعيات الفائلين الجمعويين أصحاب القرار هؤلاء يفكروا معنا في طريقة من الطرق لكي نقدم الدعم لهؤلاء الفئة المعوزة من المكفوفين والمكفوفات قد يكون ربما أسهل طريق الذي كان أيام زمان ولكنه لم يبقى هو اللي كان يعطى رخصة استغلال سيارة أجرى جريم مديرباكسيك يعيش بها معزز مكرم لأنه ما عنده قدر على العمل نهائيا هو لا قدرة نوع العمل غالبيتهم وإما أن يعطى كيوسك كانت بعض الجماعات المحلية يتفضلون على هؤلاء المكفوفين والمكفوفات بأكشك للبيع أو رصيف رصيف يكثر للسيارات ولكن كل هذا صار صعبا في الظروف الآنية لكن يمكن أن نفكر في موارد أخرى جديدة نقدم بها الدعم لهذه الفئة المعوزة والله إني أطلع لبعضهم وأجد حالتهم مزرية حتى أنني لم أعد أستطيع أن أتوصل معهم عدد منهم الآن يسمعونني غيرت عليهم لماذا لأن حالتهم فوق المزرية مهما فعلت لا يمكن لا بد أن يكون هناك منظومة كبيرة منظومة اجتماعية أي نعم عندنا وزارة في مغربنا العزيز وزارة التضامن والأسرة كتقوم بمجهود كبير ومشكور عليه لكن يبقى هذا المجهود محدود نظرا لميزانيتها المحدودة ولمواردها المشرية المحدودة أيضا ولكن نحن نحتاج إلى نفس أقوى وإن شاء الله تعالى نسأل الله تعالى أن يوفق أمير المؤمنين جلالة الملك محمد الثالث صاحب القلب الرحيم يوفقه المولى جل جلاله بمبادرات حسنة لهذه الفئة المعيزة من شباب أمتنا لماذا لأنهم يساهمون بشكل عظيم في حبة الوطن أي نعم أقولها وأؤكدها هذه الفئة تقدم خدمة جملة للوطن كيف ذلك؟ عن طريق اهتمامها بالقرآن الكريم يجتمعون لحفظ القرآن وتلاوته وطبيعي أن كل من قرأ القرآن ربنا يحفظ البلد فالبلد محفوظ أي نعم محفوظ برجاله وبعسكره وبأمنه ولكن بالمقابل هناك حفظ آخر من نوع آخر ببركة هؤلاء الناس الذين يحفظون القرآن لأن ربنا عز وجل تعاهد أن أي بلد وأي إقليم فيه القرآن الكريم تعاهد الله تعالى أن لا يصمه ببلاء شديد وتعاهد الله تعالى أن يحفظه ويكتر أرزاقه فعلينا أن نعتمي بهؤلاء حتى يستمروا في هذا الطريق وسوف نكون مرزقين وسوف نكون مكرومين وسوف نكون جميعا منصورين بإذن الله أسأل الله أن يوفق الجميع ويحفظ الجميع ويبارك في الجميع آمين آمين يا ربي يا كريم ونتحول أيها الأحباب الكرام إلى إقليم الراشدية مع للا فاطمة السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته للا فاطمة أعقلت عليها دكتور أيها مرحبا للشريفة الغالية يا مرحبا لا يا المتصوفة لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الحمد لله مبشرة أنت الحمد لله أنت الحمد لله أنت الحمد لله قلبك عمر بالنور بالإيمان وأنك عمر بالذكر الله كلمة شكر قليلة تحقك يا دكتور بارك الله فيك الشريفة أعطينا كل شيء كلمة طيبة لك تعطينا أعطينا كل شيء منه بارك الله فيك للا ورحمة دكتور وحفظك للا برعاك دكتور دعي معنا ودعي مع الجميع ودعي مع جميع المكفوفين دعوتك مقبولة دكتور يا ربي رأت تأمين يا الناس اللي في كل مكان يؤمنون ربي عز وجل لا يا ربي دعوتهم الله يزيدك نور علامة ورحمة دكتور بارك الله فيك الشريفة لها إذا الظهر لها إذا الظهر مسبع يقول لك زيادة حكي يبقى القرآن زمكي هكي يبقى زمكي الأوراق ديالك يتقطعه وشي وحدين زمكي مشي وحرقوا وجهبك شريفة لإذن للا أي نعم نعم وخال جاوب إن شاء الله للا فاطمة بارك الله فيك دكتور الله يعاون بارك الله فيك للا تحية إليك تحية إليك الحمد لله ربي يحفظكم مرعاكم ويجدكم في النعيم وكان بغي نقول الأحباب الكرام في الاستماع قبروا نعم الله علينا نحن المبشرين نحن ربي أعطنا العين تنقيمتها حركة تسوي هذه العين ملايير ربي عز وجل أعطنا هذه النعمة ولكن حرم هذه النعمة للآخرين ولاه حكمة ذالفة يكفي أن ربنا عز وجل أخبر بأن الذي سلل منه عينه فصبر واحتسب ليس له جزاء إلا الجنة المكففون يسمون المبشرين بالجنة قال صلى الله عليه وسلم من أخذ الله منه حبيبته يعني عليه فصبر ليس له جزاء إلا الجنة فالله يا رب اجعلنا وإياه من أهل الجنة والحمد لله رغم الظروف صعبة هم صابرون واحتسبون ونحن بأبضادها الأشياء تعرفوا إحنا المبصرين رعدنا نعمة أيها الأحباب رعدنا نعمة البصار رعدنا نعمة عظيمة عليه أن يحمد الله ويشكره عليها ولا يبقى فكره معلقا بالمشاكل الهامشية حال ينزب الآن عنده مشاكل أخرى تافهة ويخلقون بها معارك مع الآخرين ويخلقون مآسي وهي تافهة لا فالله هذا النعم لا ينبغي أن ينظر إلى المسائل الهامشية خلك في النعمة ديالك وسخرها في طاعة الله وسخرها في محبة الله وسوف ترى عجبة ترى عجبة هناك الحجاب ربنا يرفع الحجاب فترى الأسرار وترى الملكوت وترى الرحموت وترى الأدوار والبركات الربانية والإلهية شكرا لك لنا فاطمة وحافظك الله ورعاك جوابا على سؤالك المصحف الشريف ومقدس الإنسان إذا عطر على ورقة وسوف تضيع ما الذي يفعل بها إذا مزقها سيبقى لك القرآن الكريم مكتوب وممزق الطريقة التي تواضع عليها العلماء هي أن يتم إحراء المصحف إحراء الأوراق ولما تحرقوا تضيعوا وتدهم الكتابة نهائيا حتى يصيروا رمادا ثم يدرأ ويوضعوا في مكان في تراب أن نأخذ ورقة من المصحف لا تقع في الأزبال أو في النجسات أو في المهملات أقوم بحرقها حتى تصل رمادا ثم غنشل واحد مكان فيه تراب طاهر وغنرمي ثمة فيها وهكذا أكون قد حافظت كتاب الله ومن حافظ كتاب الله حافظه الله في دينه ودنياه أسأل الله تعالى أن يبارك لدولكم أجمعين آمين آمين يا ربي يا كريم ونتحول أيها الأحباب الكرام إلى إقليم أخر إلى مراكش مع للا مليتا أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بك الله يطور عمرك للا مليتا يا خير يا مرحبا الله يجزيك بخير على الآن الفرنامج نشكرك بزاف وبرك عزيز بزاف أعزك الله أهلا وكانت من أن يدوم إن شاء الله على الدول يا ربي يا خريبة شريفة يا ربي يا ربي أصلب منك واحد دعاء ديال نصف أنا مظلمة واحد ضل الله الله من أقرب النسل يا واحد يعني ما نكدفش عليك وأخص ليهم بالدات لحوله عندي مشكلة لنا واحد الأخ وأخ كبير مشيذ عماء وأنا ما كان ما كان جريلي غير في الخير يعني كانوا مشاكل دازة من قبل ولكن يعني أشعر نقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلاك أرجعتني المجالها وماشي مشكلة ولكن لما وقع مشكل أنا مفرصي ما نعود مفرصي بتشي حاجة مفرصي إليه إلا الله محمد رسول الله ما كان بيليه الخلاه ولا أولاده ولكن أنا تسهمتني وما تضلمت وفوط أمري لله فيه لا إله إلا الله ما عرفش ما نجير الصلاة مقطوعة ما كان تواصلوش مع بعضي أسماء هو كي يجي ما كدبش لا حول ولا قوة إلا بلا ما كيبوش إهدر كاذي نسلم عليه ما كيبغيش السلم اليوم قا خرج اليوم مباشرة يعني وصلني هذا حرقني حرقني ما عرفش شنو نجير أعوذي بالله كدر جيم دفع أنا قطعته وقاع ما بخيش أخول ولا قوة إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أخي اسل streaming لي وأنا أنا أنا أصلا عندي مشكه أصلا أنا أنا معرفش أنا عندي مست يعني قاهرة باقي ما عرفش أنني كدير يعني كي Sterling уг إلبي خالق مع الشهد خالق لي المشاكل أصلاً لفخ دمانا في أي حاجة ولكن المسألة عنني المشي نقادي شي حد نسحر شي حد نشي تنصيه نترق منه وبين ولاده مكين شهدش. أتهمت أنا بهذه المشكلة هذا. أعودي بالله. تتهمت فيه بالله وعلم ليه فهذا الشهر الكريم. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يفرج عليك لله. آمين. لا الله فتحه الله الله يفرج عليك لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حلو في رمضان. مشي شي حد براني يعني أخوه يقتفع ندير خوية خوية ما كان يعني خوية وكبير و يعني ما عرفش كيفاش. كغاندي أنا. كان طيب أنا. وما يعني أخوك يصبروني يا أخواتي يقوليك خليه ضب الرأس وخليه من الله خليه وتنقول لهم أنا كيفاش وعاد إنسان لي ما تهضرش معاه. يريد تسلم عني. يريد تسلم عني. كغير كغير كغير. معرفش. لا إله إلا الله. هذا في الدين وجزائي لأنه ينهجروا. لا إله إلا الله. يمكنش. ولكن الحلو لا قوة إلا بالله على العالم. ولا عندي كثيرة يعني تمانين سانة قلت معها في الطاوخ وتتتني تعبوا على ودنة وعندي أخوة أخرين ثاومة يعني ما تقبلوش المسألة هذي وكان فرقش بيناته وهدي الأخ وليا دورة كبروه وفي حضاننا وكبروه قدامنا وفي زواجه وفي ياده ومجينات أخرى إحنا عاد بنا نولي ندير في عدد النسائي. لا حول ولا قوة إلا. كان هذر لكان هذي من جيث الدين ومن جيث الصيلة ومن جيث. كان يدير معاه الأخ هذا. دعين عني شيء ندعوات الخير. شكرا لك اختي بلك لا حول ولا قوة إلا بالله لست وحدك يا بليك لست وحدك نسكس الموفيدة بالآن يعني كل بيت إلا وفيه نصيب من هذا النزاع كل عائلة إلا وفيها نصيب من هذا الصراع هذا حقيقة الحياة منذ أن خلقها الله عز وجل وقد قص علينا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الصراع بين الإخوة حتى الإخوة الأشقاء أول صراع بين إبني آدم بين قابيل وهابيل لما تقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر قال لأقتلنك العنف الجسدي العنف الذي مرتبط بسفك الدماء ابتدأ من قابيل إلى هابيل فمد إليه يده فقتله حكى ربنا عز وجل حتى في بيت النبوة بيت النبوة بيت سيدنا يعقوب عليه السلام وعنده أولاد كتر من بينهم سيدنا يوسف ودخلت الغيرة ما عندنا مصالح الغيرة الغيرة القاتلة فكان السبب أنهم هموا بقتله وجاءوا أمامهم عشاء يبكون جاءوا بدم كذب ورموه في الجب وآدوه إداية كبيرة وهكذا ربنا يحكي لنا بأن الصراع بين الحق والباطل والخير والشر هو يطبع تاريخ البشرية في كل مكان وفي كل زمن فلا نتفاجأ إذا رأينا هناك صراع صراع إما بين الزوج وزوجته صراع بين الآباء وأبنائهم صراع بين الإخوة وإخوتهم صراع ما بين الجيران صراع بين الزملاء في العمل صراع بين بين إقليم وإقليم بين دولة ودولة بين منظومة ومنظومة بين زمان وزمان كذا الصراع أزلي لكن ربنا سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه وقد وضع نظام الحياة وقال لنا أين نتخضق لما يكون الصراع أين يبنغي علي أن أتخضق إذا ابتليت إذا ابتليت بصراع لا بد أن تبتنى لا بد كل مبتنى بين الزوج وزوجته وكل مبتنى بين الأخ وأخيه وكل مبتنى مع مشغله في العمل أو مع شاره أو مع شاركه في التجار لا بد لكل من أن يلقى عليه نصيب من الابتنى ويتعرض للظلم السؤال أين علي أن أتخضق ما هو المكان الذي يبغي أن أكون فيه ألا أكون ظالما إذا كنتم مخيرا بين أن أكون ظالما أو مظلوما فلأكون مظلوما لا ظالما لأن الله عز وجل يكره هذا الظلم وهو سبحانه وتعالى حرمه على نفسه قال يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا لا تظلموا إياكم ثم إياكم ولكن إبليس يحرش بين الناس سيد النبي صلى الله عليه وسلم في خطمة حجة الوداع قال أيها الناس إن الشيطان قد أيسى أن يعبد في أرضكم هذه أيسى الشيطان كان الشيطان يعبد من دون الله لكنه لم ييأس في التحريش كما بينكم إبليس شغال إبليس عنده جنود يعمد إلى أسراب النفوس الضعيفة فيحرضها ويوسوس لها ويخلق العداوة والمغضاء ما في بيت أختي مليكة خالد من النزاع ما في بيت ما في عائلة سليمة أؤكد لك هذا الكلام بحكم أن يوميا أظل أنتقل من عائلة إلى عائلة ومن أسرة إلى أسرة ومن وسط إلى وسط سواء عمية القوم الكبراء أو الضعفة المتدينون والغير المتدينين جميع الأصلاف والأشكال لماذا؟ لأن هذه سنة الله في أرضه الظالم يبغي أن يخاف على نفسه لأن الله تعالى يمهل ولا يهبل وربنا عز وجل توعد الظالم أنه إذا أخذه أخذ له أخذ عازيز مقتدر أما المظلوم فإنه حبيب الرحمن المظلوم فإنه بعناية الرحمن ورعايته سبحانه وتعالى ماذا عليك أن تفعلي إذا أهدى هذا الذي وقع مع أخيه وقد حرش بينكم الشيطان وغنبه إبليس ينفخ فيه فيغضب ويقول كلمات جارحة ويتصرف تصرفات عدوانية ليس من تلقاء نفسه شيطانه لكل مننا شيطان هناك النفس وهناك القريب وهناك الملك وهناك الشيطان كل لنا شيطانه شيطان أخيك تمرد وسيطر عليه وأنساه ذكر الله ومن ثم لا يراعي في أخته وهي سيدة يتذكر بأن المرأة دائما هي كائن لطيف لا ينبغي أن تضلم ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله لن ملكا مدى عليك أن تفعلي بمساطة وفوض أمري إلى الله لا أدعو على أخي بالسوء لا أدعو عليه بالهلاك إياك لأن الشيطان يوسوس للمظلوم فيبدأ بالدعاء على الظالم دعاء يكون شديدا ويستجيب الرحمن لأن دعوة المظلوم مستجابة لأن دعوة المظلوم مستجابة ربنا جبل من لتنفى دعوة المسافر ودعوة الوالد ودعوة المظلوم كلها مستجابات دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يقول الله عز وجل لا أستجيبن لك ولو بعد حين لهذا المظلوم عليه أن لا يعجل ويدعو على ظالمه بالسوء ويدعو عليه بالهلاك بالعكس يدعو له بالهداية يدعو له بالرحمة هذا محروم هذا الظالم محروم من قيام الحداد والعطف والرأفة رصيده في الحداد والرأفة والرحمة ضعيف محتاج إلى رصيد إضافي تساعده عن طريق الدعاء اللهم يا رب إهد قلبه اللهم يا رب حد الفؤاده اللهم يا رب أغلمه على شيطانه اللهم يا رب مكينه من شيطانه ربنا يعينه ماذا عليك أن تفعل أختي مليكة أول شيء أنك تصبرين تحتسبين والكلمة اللي قلت جميلة لا حول ولا قوة إلا بالله لما يكون الصراع بين الإخوة بين الزوج والزوجة بين المقربين ماذا عاتنا أن نفعل هل تدخل في عراق يدكي لطمتكي ماذا أصدع يدي لطمتني هل أقطعها؟ لا وإنما أصبر عليها أصبر واحتسب وأحرص على أن أقول أقول كلاما طيبا وأن أقوم بمبادرات حسنة وأسعى دائما إلى الخير أبقى دائما أواجه بالخير السلاح الذي أسعى إليه إما الصبر أصبر وأحتسب وإما أستعمل سلاح أقوى من الصبر وهو الإحسان الإحسان كما قال صلى الله عليه وسلم أن تحسن إلى من أساء إليك أن تحسن إلى من أساء إليك هو يضربك من حجارة أنت أرميه من الورود والأزهار وربنا عز وجل هو الوكيل ينظر ويسمع فاللهم يا ربي كريم كل ظالم اللهم يا ربي إذع من قلبه مدرات الظلم واجعل في قلبه مدرات المحبة والرأفة والوئاب واجمع الشمل يا ربي من الإخوة والأخوات والأزواج والزوجات والآباء والأبناء اللهم واجمع الشمل من الجيران وإخوانهم وبين العمال والمستخدمين في تجارتهم وشركتهم واجمع الجميع يا ربي على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أختنى مليكه عجل لها بالفرج اللهم يا ربي عجل لها بالفرحة والسرور وعوض خيرا واهدي أخاها للطريق المستقيم واجعل في رمضان يندم اللهم أيقظ له ضميره وهذاك حكم عدل بداخلنا الضمير هو عبارة عن محكمة بكاملها فيها القاضي وفيها المحلفين وفيها كل شيء بداخلنا محكمة تسمى الضمير اللهم أيقظ ضميره اللهم وأحيي قلبه اللهم واجعله بأخته رحيما رأوفا اللهم آمين قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يتنب ونتحول بالمراكش إلى الضال بيضاء مع الحجة للنتورية السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الشريفة الغالية أهلال أمهر الطيب هذا والله العظيم لها مبارك نسعود لك نسمع صوتك الحمد للك نسمعه دائما ودفا مباشرة الله يطول لعمرك بارك الله بك الشريفة الغالية بارك الله بك الشريفة الغالية الله يطول لعمرك يا دكتور وكنس لك الدعاء الله يطول لعمرك لش ولدات عندي ثلاثة دية الولدات ما كيصل الله وش نهائيا الله الله يحفظك لما ت در عليهم الدعاء ونستمعين أجمعين يقولوا آمين يأمنوا بالهم الله يطول لعمرك حالة مثل ذات والقصة بي لي دكتور حالي بحالي العلق فيدة دا بل داست قدامي الله يطول لعمرك على على الأخوات لي ما كيعرثو ش صالت الرحم جنه ايا لا إلهเลย بالله عندي الأخ بي لي هذه خمس سنوات ما مشته الوأذاني ماشته وكان هزي تيلفون كنت تصل بيه أنا أمريض راني تايح ألأرد والله شاهد علي والله كان تصل بي بالتليفون كيقول لي ما تعاوديش تصل بهاد النمر لا حول ولا قوة إلا بالله ما تعاوديش وأنا عنيرا ربي اللي علم بيا والعافية الشعلة لقلب ديالي عليه وعلى خطي كلهم لا إله إله الله وليني هو ميز تليفون ما يقلب خطه ما يعرفنا وش حيين ما يعرفنا وش ميتين ما يعرفنا شنوكين نهائين لا حول ولا قوة إلا بالله علاما على وسخ الدنيا وحنا نسمحل لي في الدنيا في الآخرة لا إله إلا الله سامحلوا أنا بالجهة ديالي أنا مسامحلوا في الدنيا في الآخرة ولني سالة الرحيم قد نتحسب عليها قد أمام الله أكيد قد نتحسب عليها سنقول له غير سالة الرحيم خلي ولدتك يجو عندك والولدت يجو عندك سيقول لك ما يجي عندك لكن شي سؤتفهم بيني وينك نقلصوا على الطبناء ما كنت شي مشكل لا في يلعب الناس يقولوا لي لا في كنت لعبك كنت كذلك يقول لك ما تجي عندي ما نجي عندك اعوذ بالله بشتر رجيم والله شاعدك على ما كان قوله رمضان هذا والعواشر هذا وراه ملايين الناس كتسمع وراه كل شي على رقبتي لا اله الا الله الله يقول لي عمرك يا دكتور وقول لي شو غادي انتر الله يحبك الله يكرمك الله يكرمك بالشنة الفردوس مع الحبيب المصطفى ان شاء الله يا ربية كريم ودعي معي يا دكتوراني مريده وعياني يا ربي اللي يشهد عليهم جميع الامراض الحمد لله هذا الكرام عند الله لا اله الا الله الله يشففني عفيك يا رب يا ربي يا دكتور ودعي معي في كل وقت وفي كل لحظة قدرني في بالك حلقة دائرة ما يمتك الله يحبك الحاجة تورية الله يطول عمرك لا حول ولا قوة الا بالله لا يكرمك ان شاء الله يا ربي يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم الله ينورك بنور الله لا اله الا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه صرخة من الحاجة تورية يعني بعد عمر طويل مرت مع اخيها سنوات كثيرة ومن بعد دانو الولدات ودانو الحفظة وللأسف تلقوا فيما بعد تلقوا بان الرحيم تتوقف والرحيم هي شيء ربنا سبحانه وتعالى اوصى به كثيرا ربنا جل جلاله اوصى به في مواطن كثيرة لانه جعله من الاواصر القوية التي تجمع بين الاحباب وتجمع الرحيم هو مشتق من الرحيم المرأة يعني المرأة يعني من اصل الولادة وربنا عز وجل اوصى به وقال واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اتقوا الله ما اتق الله ما تساءل بالله وبالارحام وقال ربنا عز وجل لا يمدح المؤمنين قال والذين يصنون ما امر الله به ان يوصل والذين يصنون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العدب يمدح المؤمنين صالحين لانهم يصنون الرحيم ويحذر ربنا عز وجل ممن يقطع هذه الرحيم لاسباب دنيوية تافهة اما لتقسيم التاركة واما من اسباب القيل والقال واما من شدآن بسيط لا قيمة له نقطع وارحمنا على اشياتها ربنا حضرنا وقال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى امصرهم اللعنة تحل وتحل بمن بمن يقطع الرحيم والعياد بالله وسيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي صحابته على صلة الرحيم ويربي امة الاسلامية على صلة الرحيم وضع لها المناسبة سائدة كرمضان وكاعد الفطر وكاعد الابحى ووضع لنا مناسبات سائدة كالجمعة والمولي النبوي الشريف وغير المناسبات لكي تكون سببا في اللقاء بين الاهل والاحباب ونصر الرحيم صلى الله عليه وسلم كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه فليصل رحمه لان لكي تكون الرحيم رأى يؤمن بالله واليوم الاخر لكي تكون الرحيم مفهوم المخالفة ايمانه بالله وبالبعت والنشور واليوم الاخر ضعيف وضعيف جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذه الصلة ويقول بان الرحيم متعلق بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله يكفي ان الذي يقطع الرحيم ربنا سوف يقاطعه والذي يصل الرحيم ربنا سوف يواصله بل ان الله تعالى وعد بانه يفتح باب الرزق وماب السعب وماب العطاء للواصلين قال صلى الله عليه وسلم من سره ان يبدنه في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه وليصل رحمه اللي بغرب عز وجل يطور له العمر وزين له ليم اللي بغرب عز وجل يعقل الرزق الوفير والخير الكثير عمره من يبدنه اللي بغرب عز وجل يدفع عنه ميتة السوء جديدة مخيفة ومفزعة ربي امن من ذلك ماذا علي ان يفعل ليتق الله وليصل رحمه احنا محتاجين ايوان احباب الكرام في هذه الطرفية هذه الطرفية ونحن في رمضان ونحن في هذه العواشة المبركة ان نتسامح وان يصل بعضنا بعض وان القوية مننا يأخذ بيد الضعيف وربنا وعدنا بكب الغيب والكاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب الوحسنين اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رب نق القلوب من الحكم والكرهية اللهم دقها من العنف ودقها من الحسن والجشعة واملق قلوبنا محبة وإيمانة وصدقا وإحسنة اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اجبع ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا واجبع شملنا واجعلنا على كلمة سواء على كلمة لا إله إلا الله اللهم أسعد قلوبنا لأثناء صلة الرحيم ربنا مباشرة يعطيك معها السعادة يعطيك معها الفرحة يعطيك معها السرور يعطيك معها الحمور ويعطيك معها الجوائز الغنية فالنصر الأرحامنا إداء لكل أحبابنا لأنه قرار بقطع الرحيم أرجوك تخلى عن هذا القرار الخاطئ الغاصب ومدله الآن 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 بقرار آخر فيه صلة الرحيم لوجه الله ولكرم الله ولإحسان الله وسوف ترى عجبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أشبعين